اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او الرصد بشكل عام فعندنا خمس مواضيع رح نغطيها الترصد كمقاربة خاصة بالصحة العامة كأبروش للصحة العامة شو الهدف منه شو تعريف نظام الترصد الدور و استخداماته وشلون تقيم نظام الترصد فيه وعشر خلي نقول خاصة فيه او اصناف او ممكن نسميها سمات خاصة بنظام الترصد السمات هاي شلون انت لازم تقيمها حتى تعرف فعالية نظام الترصد شغال ولا لا وشلون بتتم عملية الترصد مثل ما ذكرنا فراح نبدأ بالموضوع الاول اللي هو الترصد كببليك هيلث ابروش يعني هو احد المقاربات اللي بتخص صحة السكان فمثل ما ذكرنا المحاضرة الماضية انه انت بالببليك هيلث بشكل عام والتولز اللي خاص فيها والسيستمز اللي تندرج ضمن الببليك هيلث انت ما بتتعامل مع فرد كمريض انت بتتعامل مع مجتمع اللي بيعاني من الحدث الصحي او المشكلة الصحية اللي انت عم بتعالجها فشلون بدك انت تتعامل مع هالقضية الصحية هاي عندك انت اكثر من الابروش واحد منها السيرفيناس السيرفيناس همتن ما عم نشوف هون بهالباثوي هاي اللي امامنا انه هو بيبلش عندك ب شو هي معرفة المشكلة معرفة ما هي المشكلة بعد المشكلة خلينا نتكلم الكوليرا شو هي الكوليرا شو اثرها على صحة السكان امتدادها شو الامراضية شو الامراضية تباحها شو الوفيات تباحها الوقت الحالي شو الترنت تباحها عم بتزيد الحالات عم تنخفض الحالات فليش صارت الكوليرا ليش اتشرت الكوليرا كل هالامور هاي انت ممكن تبلش معك من البيانات المجموعة من الترصد فانت من الاساس بكون عندك بنسبة للسيرفينة عم تجمع بيانات بشكل مثل ما راح نشوف بعد شوي بالتعريف تباحها بناء على المعلومات اللي بتجمعها بالترصد انت ممكن تحدد عوامل الخطر وعلى اساسها تحط يعني انت بناء على المعلومات اللي عم بيجمعها نظام الترصد وشفنا انه اكتشفنا حالات كوليرا بلشتت زي حالات الكوليرا ليش صار في حالات كوليرا بهالماكان الفلاني لانه مثلا كان في صحريج المياه مو ملوثة فبلشنا نعمل الانترفينشن ونقيم هالانترفينشن اللي سويناها احنا وزعنا قراس كلور على خزنات المي بهالمنطقة هاي ولازم نشوف انه هل فعلا الشي اللي نفذنا بلش ينزل الحالات ولا لا فاللي هو خلي نقول الريسبونس اللي سوينا بنتج معانا من كل هالعملية هاي الريسبونس للبروبلم اللي اللي واجهناها اللي هي الكوليرا فاحنا بلشنا من نظام الترصد جمعنا المعلومات ووصلنا لا استجابة للمجتمع المشكلة الصحية اللي عم بيعاني منها السكان او مجموعة السكان عن طريق نظام الترصد فمثل ما عم نشوف احنا المرة الماضي ذكرنا او بلشنا نظرة عامة عن الإبديميولوجيا اللي هو العلم الوبائيات هو العمود الفقري له الباقي الأمور هي ربط لها خلينا مثلا مثل ما عم نشوف احنا باليسار الانفورماتيكس الانفورماتيكس اللي هي ربط ما بين المعلومات الصحية ودوات البيانات المعلوماتية المعلوماتية الصحية خلينا نقول فهي ربط ما بين الديتا سايينس والبوبليك هيلث اللي بطلع عندها شيء يسمي انفورماتيك اللي براتوري هي مرحلة من المراحل ممكن نسميها الريسبونس ممكن مرحلة من المراحل اللي براتوري سارفينيس الترصد المخبري نوع من أنواع الترصد فعندنا نحن الإطار العام هو بوبليك هيلث القاعدة الأساسية اللي هي الإبديميولوجيا والعامود الفقري اللي هي سارفينيس الباقي هي عبارة عن شغلات ممكن تفرعات أو ربط بين الوظائف الأساسية فهو شو هو نظام الترصد شو هو البوبليك هيلث سارفينيس شو هو هو الجمع مستمر بشكل جهازي أو مسستن خلينا نقول لمعلومات مع تحليلها وتفسيرها لأن يكون في عندك أنت اتخاذ إجراء أو تنفيذ تدخل خاص بالصحة العامة وتقييم هذا التدخل وبعدها ممكن تكون في عندك أنت نشر تقارير وممكن توصل مثل ما ذكرنا البوليسي فهو عبارة عن إيش هو نقطة مهمة أنه يعني أنا عم بجمع بيانات بشكل مو عشوائي خلينا نقول منظم ضمن وظائف أو هدف معين أنا عم بمشي عليه ونقطة مهمة مستمر يعني أنا ممكن أعمل مثلا خلينا نتكلم مثال شوي من سياقنا اللي هو الجرب أنا ممكن أجمع بيانات عن الجرب لمدة ستة شهور وبعدها أوقف فهي المثال هاي لا يعتبر أنت أنشأت نظام ترصد خليها أنت مثال ثاني أنت عم تجمع بيانات عن الأمراض المنقولة بالجنس لمدة سنة بشمال غرب سوريا فهل بهالشي أنت اشتغلت نظام ترصد لا أنت كانت أقرب لسرفية أكثر من سرفيناس لازم يكون في عندك أنت استمرارية بجمع البيانات بشكل ممساستم بشكل منظم خلينا نقول بهدف أن أنت تراقب بعد فترة صاري عندك أنت بيانات تاريخية ومعدل سنوي وصير تقارن البيانات الحالية بالبيانات السابقة فهي نقطة كثير مهمة Systematic ongoing هاي الأساس التعريف منطلق التعريف نظام الترصد لشو لهي شي ممساستم منظم جمع بيانات مستمر منظم لا مع تحليلها وتفسيرها وإصدار التقارير اللي خاص فيها فهدفك ممكن يختصر بال Survenus به هو Data for Action اللي هي أو Information for Action بتفرق الفرق بين Data و Information لكن ممكن نسميها Data for Action أنت عم تجمع بيانات خام وعم بتحولها بتحللها بتفسرها وتعطي توصيات مشان يكون في عندك استجابة أو Intervention فهي الأساس الوظيفة الأساسية لنظام الترصد أو تعريف نظام الترصد فهي الشيء اللي عم نشوفه Systematic ongoing Collection اللي هو جمع بيانات Analysis اللي هو تحليل البيانات Interpretation اللي هو تفسير البيانات اللي صارت بين ذلك شو اللي عن بصير تفهم شو اللي عن بصير وبعد يكون في عندك أنت نشر لتقارير نشر لبيانات حيث يكون في عندك أنت تطبيق أو تدخل على مستوى الصحة العام لما الوحد يبني نظام الترصد لازم يكون في عندك أنت هدف من نظام الترصد خلينا نتكلم مثلا أنا بدي أبني نظام ترصد للأمراض التنفسية الحادة بشمال الغرب فأنا هل هدفي أني أكشف كل حالة رشح أو كل حالة مرض التنفسي حاد وأسجلها وأحصيها ولا هدفي فقط أعد الحالات الشديدة بالمشافي الحالة الأولى أنك رح تكون حساسة كثير لدرجة أنك تعد كل شي حالات خفيفة وشديدة بنظام الترصد تبعك وهي نظام الترصد حساس جدا ويحتاج مصادر موارد لما أنت كل حالة ILA بدك تعدها ILA يعني أقريب أو أنت تنفسي حاد لما كل حالة بدك تعدها وتدخلها بالنظام تبعك وتجمع عنهم معلومات وتحلل البيانات بدك موارد كثيرة بدك ناس تدخل ناس تحلل ناس بدك شغل كثير والطرف النقيض اللي هو أنت فقط تجمع حالات اللي أنت ذات رئة لنتج تنفس حاد ومقبول بالمشفى اللي عددهم مثلا 100 حالة بالأسبوع بشمال الغرب سوريا تجمع عنهم بيانات فأنت هون بينما تكون حساس جدا وبينما تكون ضيق جدا اللي لازم يكون فيه عندك أنت مقاربة وسطية تحدد هدفك أنا هدفي أحصل حالات هاي ولا هدفي أني يكون في عندي يعني خلي نحكي مثلا مراقبة ترند الأمراض التنفسية الحادة أشوف عبق المرض على الأقسام العيادات الخارجية ولا العيادات ولا الأقسام القبولات أشوف تغير بشدة الحالات نسبة الحالات اللي عم تيجي على العيادات الخارجية وعم بتروح على العناية فلما بدك تنشئ نظام الترصد بدك تحط إلى هدف خاص فيه شو هو الأوبجيكتف تبعه لأنه لما بدك تيجي تقيم نظامك لازم تشوف الأوبار اللي ممكن نظام الترصد يلعبها بقطاع الصحة العامة اللي هو أنه مبلش ممكن هو رح يحدد لك المرض خلينا نتكلم مثلا بالكوفيد مثال بسيط وقريب وعايشنا الهدف منه أنه أنا أكشف حالات الكوفيد بالبداية الحالات وأحدد المخالطين تتبعها وأحدد وابلش خطة إلاجية خلينا نضرب مثال مثال ثاني اللي هو أنا هدفي أنا بدي أعمل خلينا نقول نظام ترصد خاص بالتهاب السحائي بالنيسيرات السحائية فهدفي أكشف هاي الحالة أنا هدفي أحط سيستم معين جمع بيانات سيستم مستمر مشان أكشف حالة النيسيرات السحائية وأعالجها وأتخذ إجراءات اللي خاصة بالمخالطين فهي أنت هون بيكون واضح حدفك أنا لشو بدي أعمل نظام الترصد الهداف الثاني أو الدور اللي بيلعبون هو بيكشف الجوائح بيكشف الأحداث الصحية اللي ممكن يتأثر على صحة السكان ممكن إذا كان بعض النظام الترصد اللي ممكن يكون هدفه فقط يشوف في تغير بسلوك الفيروس مثلا أنا في عمدي فيروس الانفوينزا الانفوينزا الطيور مثلا اللي بالعادة بصيب الحيوانات فأنا بدي أشوف إنه كانت بصيب الإنسان ولا لا فهذا هو تغير بسلوك الفيروس فينشأ لها نظام الترصد بهدف تغير بكشف إذا كان في تغير بسلوك الفيروس أحد أهداف نظام الترصد أنه يقيم شدة المشكلة الصحية اللي عم نواجهها ممكن نضرب المثال نرجع ممكن للكوليرا نفسه نسبة الوفيات فيها ممكن تكون 0.1 أو ممكن تكون 50% من كل المصاب فحسب التدبير السريري فأنا شلون أريد أن أقيم شدة الجائحة عن طريق جمع بيانات منظم بطريقة معينة التي هي عن طريق إنشاء نظام الترصد خاص بالكل أنا أعرف منها شو عبء المرض على النظام الصحي اللي عندي من بين الشغلات اللي نظام الترصد خلال جمع البيانات تبعه ممكن يكشف لك أنت مثل ما شفنا بأيام الكوفيد كانوا يحكو لك مثلا البيروس دلتا أو المتغاير الدلتا عنده إصابات هضمية أكثر من أوميكرون مثلا أوميكرون عم يكون عنده الاحتقان أكثر من الماض الثانية هاي التغيرات السريرية كمان بيشف لك إياها النظام الترصد طيب ننتقل ل شلون أنت بدك تقيم سلوك النظام الترصد وشو هي أنماط نظام الترصد اللي ممكن تكون موجودة لما أنت بدك ترشع نظام الترصد في نوعين لجمع البيانات احنا قلنا في جمع بيانات فأنت شلون ممكن تجمع البيانات الطريقة الأولى اللي هي السلبي المنفعل اللي هي عالسا بيجيك التقرير اللي بدك يجمع عنه بيانات من المبلغين المبلغين ممكن يكون طبيب ممكن يكون مركز صحي مشفى أي ناس ممكن نتكلم بعد شوية شو هو الناس مصدر البيانات فهاي بهالطريقة هاي غير مكلفة ما في حدا عم بيجمع بيانات للطباء تدربوا على الشي اللي لازم يتبلغ وعم يتبلغوا مساوء أنه يعني بتخليها طريقة هاي محددات خلينا نقول اللي هي الطبيب تدرب بشكل كويس ومهتم بنظام الترصد فأعطاك بيانات كويسة طبيب ممهتم طبيب انشغل مركز ممهتم مركز انشغل مركز انقطع انه الدعم فما أعطاك بيانات فسموها الكمليتنس اللي هي الاكتمالية البيانات والكواليتي تبعوه هاي المحددات الأساسية اللي خاصة فيه محددين لنظام الترصد الباسف اللي هو الكمليتنس والكواليتي الداتا يعني جودة البيانات واكتماليتها النمط الثاني اللي هو الاكتب سربيانس اللي هو الترصد الفاعل اللي هو المقصود فيه أنا ما بنتظر كنظام ترصد أنا ما بنتظر البيانات التي لدي بشكل اوتوماتيكي من المبلغين لا أنا بروح بجمعها وهي بترتب عليها موارد وبترتب عليها إنها تكون مكلفة وأحيانا يستفاد منها بأنه أنا بكمل الباسف سربيانس وبعطي نوع لقسم من المراكز إنه أنا بزورها بشكل الأكتف مشان أضمن الريبورتنج فهي ممكن تكون الأكتف سربيانس ممكن تكون مكمل للباسف سربيانس بأي نظام ترصد فأنت عملت شبكة عملت مراكز بلشت تتبلغك فأنت بتختار منها المراكز وتروح بتزورها وتضمن البيانات الموجودة ولا لا ممكن ننظر لأنماط نظام الترصد من منظور ثاني والليلها خلينا نتكلم شلون أنت تبني نظام ترصد احنا مثلا بشمال غرب سوريا عندنا 500 منشأة صحية ما بين مركز صحي ومشفى طب أنا بدي أجمع بيانات من هل 500 مركز مشان أعرف حالات القريبة عم تطلع ولا عم تنزل لا أنا بسياق مثلا موارد محدودة بسياق أزمة المراكز عم تسكر المراكز عم مرة بفتح مرة بسكر في مقاربة بسموها الترصد الخفري خفري أنك تعمل مخافر مثل مخافر الحدودية أنت ما بتحط تزرع كل الحدود لما بدك تراقب حدود بين بلدين ما بتراقب بتزرع كل الحدود بعناصر خلينا نقول جمارك أنت بتعمل خفر نقاط نقاط خفرية على بعد مسافات معينة فبشكل مماثل أنت لما بدك تعمل نظام ترصد خاصة بسياق الأزمات الشيء المناسب للسياق السوري أو السياق الأزمات النظام اللي هو سنتينل سايتس اللي هي المراكز الخفرية نظام الترصد بالمراكز الخفرية يعني أنا بختار من كل ناحية مركزين صحيات لازم يكون ممثلين من الناحية الجغرافية من الناحية السكانية من الناحية الأمراض وهي ممكن يكون مثلا ما ذكرنا ممكن يكون active و passive بحيث أنهم يرسلوا لك البيانات وممكن أنت تجمع منهم بيانات في نظام اسمه نظام syndrome surveillance أنا مثلا أنا ما بدي أجمع كل البيانات من كل المراكز أنا بدي أجمع فقط خلينا نتكلم عن الليشمانيا أنا بدي أجمع بس عن الليشمانيا فأنا بحط case definition خاص بالليشمانيا وين المراكز اللي عم بشتقالش فيه حالات الليشمانيا أنا بروح بدربهم وبجمع منهم بيانات عن متلازمة الليشمانيا اللي هي syndrome surveillance أنا بركز على مرض معين مو بروح بجمع كل بيانات صحية من مراكز خفرية أو المرض ممكن مثال ثاني اللي هو TB السل أنا بعمل نظام ترصد خاص بالTB مثل نظام ترصد ثاني اللي هو اللي خاص بالبوليو اللي خاص بشلل الأطفال وأتوقع ذكرنا هالشي سابقا بإحدى المحاضرات اللي هي أنا لما بدي أعمل ترصد للبوليو بعمل ترصد إشي اسمه لل AFP surveillance اللي هو نظام ترصد الشل الرخ الحاد هاي syndrome surveillance أنا عم بركز على متلازمة مشان أكشف هالمرض المعين أي نظام ترصد له سمات خاصة فيه فهي عشر سمات أحذكرها بشكل سريع اللي هي استخدامية الاستفادة مدى الاستفادة أنا عم بجمع بيانات بجمع بيانات هل هي البيانات هاي مفيدة هل النظام الصحي مفيد هل الشباب اللي عم بيشتغلوا مقيمين بمشفة داخلية بإدلب عم بيشتفيدوا من بيانات نظام الترصد لازم تكون إحدى الشغلات لما يجي المقيم اللي عم بيقيم نظام الترصد أو سواء عن تقييم داخل ولا لازم هالشي يكون موجود بالحسبان كوالة البيانات جودة البيانات اللي عم نجمحها هل البيانات هي صحيحة هل هي حقيقية ولا هي عبارة عن بيانات تقديرية تقريبية من المراكز الصحية عم بتم أرسالها التايم اللي هو موقوتي البيانات هالبيانات عم توصل يعني خلينا نتكلم مثلا بالنسبة للكوليرا الفترة الحضانة إله بالساعات فلازم يوصلك أنت البيانات إذا حطها أنت لازم كل يوم الساعة خمسة تجيني البيانات وعم تجيك أنت بعد أربع خمسة أيام فما كانت ما وصلت بوقتها المطلوب وما اتخذ النظام الترصد ما حسن يجمع البيانات بشكل جيد بالوقت المناسب وبالتالي يكون الاستجابة بالوقت المناسب المرونة هل إذا كان في عندك أنت تغير بتعاريف الحالات دخل عندك مرض جديد دخل الكوفيد كان هو فيه عندك نظام ترصد وبطلع عندك مرض جديد هل عنده المرونة أنه يدخل متلازمة ويدرب الناس عليها وينشئ لها نظام ترصد الهدف بالنهاية مو بس أجمع بيانات عن عشر أمراض أنا هدفي أني أي خطر عم بيهدد السكان أحمي السكان من الأخطار اللي بعدها اللي هي هل النظام بسيط يعني الإبلاغ بحتاج سيستم معقد ودخول ويوزر نيم ولا بكل بساطة فيك أن تبلغ يعني مبني بحيث أن يكون في عندك منسق صحة عامة أو منسق وبائي في ويتبلغه وهو بيعمل لك الريبورتينج لازم مثل ما ذكرنا فإذا ما كان عندي ما في عندي بينات تاريخية أنا النظام الترصد فيه مشكلة لأنه ما عم بيحسني رقم لي الريت السنوي الأنوى الريت النور الريت أو الريت للحالات اللي عم تصير الحساسية هل هو قادر أنه يكشف الحالات اللي لازم كانت تنكشف مثل ما ذكرت ممكن أنت ما تكون هدفك تكشف كل حالات الكوليرا لكن لما يكون فيها عندك تزايد لازم يكون تقادر عليها أيضا الـ الـ اللي هي أنت هاي هون الى شروط معينة أنه أنت لازم يجيك انذارات عن أحداث صحية فلازم يكون أنت متوازن إذا كانت كل الانذارات اللي عم تيجيك هي حقيقية ولا انذار كاذب فمعناته أنت يعني ما عندك حساسية جيدة بحيث أنك تلقط الانذارات كليات سواء كاذبة أو حقيقية أو إذا كان عندك أنت ميت انذار إيجاك ميت انذار للشهر الماضي وخمسة وتسعين أو ثمان وتسعين كانوا كاذبات أو غير حقيقيات وثلاث انذارات كانوا حقيقيات فأنت عامل إرهاق للنظام الصحي وللنظام الترصد بمخليه بين إيديك النقطة اللي وراها هل هو ممثل للسكان والمنطقة الجغرافية اللي فيها ولا هو فقط بجمع بيانات من إدلب مو مهتم بجمع البيانات من شمال حلب أو من شمال الشرق سوريا كلنا بنعرف أنه الفيروس ما له جواز السفر ما بيعرف حدود فمن وجهة نظر صحة عامة لازم تكون أنت ممثل لكل المنطقة الأكسبة بالنسبة إليك المنطقة اللي أنت تحسن تشتغل فيها ولازم النقطة الأخيرة أنه يكون النظام مقبول سهل بالنسبة للمزودين الرعاية الصحية أو المراكز النبالي التوبك الأخير اللي هو شلون بتتم عملية نظام الترصد الباثوي اللي أتوقع كلنا متألفين معه الخمس خطوات اللي شايفين هاللي ذكرت ببداية المحاضرة بتبلش بتجمع بيانات لازم تحدد شو اللي بدك تجمعه أنا بدي أجمع حالات الكوليرا هل بدي أجمع التفاصيل للأعراض السريرية كلها ولا فقط بهمني مثلا شون على الأسهال وإذا كان فيه قياء أو فيه حرارة أو لا فلازم يكون في عندي مثلا شو هي البيانات اللي بدك أجمعها عن الأمراض التنفسية الحادة فهل هي الأعراض بالتفصيل الممل أو الأعراض بسيطة لازم أنت ببداية تعرف شو البيانات اللي أنت بدك تجمعها من وين بدك تجمع البيانات هي مختلفة من سياق لسياق ممكن إذا كان في عندك أنت سجل الإحصاء دخل فيها البيانات الولادات والوفيات بشان تشوف أنت الوفيات اللي عم بتصير عندك هل زالت ولا لا وشو سبب الوفيات اللي عم بتصير إذا كان في سيرفيز تم إجراءها بالمنطقة ممكن تكون أحد المصادر اللي أنت عم تجمعها للأسف ما في عندنا النظام يعني سيستنبل عم بيكون دائما بيكون فيه انقطاعات بالعمل الجيد صار مثلا سنة ونص لكن لما ذكرت بدك يكون في عندك أنت بيانات تاريخية تراقب معدل حدوث حدوث صحي ولا لا فممكن يكون النظام المعلومات الصحي هو أحد المصادر اللي خاصة بالسيرفينس هاي السلايد هون عم نذكر شو الشغلات اللي خاصة لازم أنت تبلغ عنها ضمن نظام السيرفينس اللي موجود اللي هي تندرج ضمن اللوائح الصحية العالمية والدولية الانترناشنال هيلث ريجوليشنز اللي وضعت عام 2005 هاي الأمراض واجبة الإبلاغ اللي هي نيو سيبطايب يعني الفونزا مثل ما صار الأسبوع اللي قبل الماضي كان في سبطايب H5N2 اللي هو هي نوع الفونزا الطيور أول مرة تصيب الإنسان فضمن هاللوائح الدولية هاي الدولة واجب أن تبلغ WHO خلال 48 ساعة ضمن نظام الترصد هاي الفكرة من السلايد نظام الترصد هو أحد مهام هو أن يبلغ عن هاي الأمراض اللي واجبة الإبلاغ لها WHO يوتيوب في عندنا بعد ما جمعنا البيانات نتحلل هاي بدك تحلل وذكرناها بمحاضرة الوبائيات تحليل الزمان وصف شو اللي عم بصير الزمان مكان الشخص place time وperson هاي هون هون بصير عندك أنت التحليل هون مثل ما عم شوف في مثال تحليل اللي هو عنقود من الحالات تجمع حالات في منطقة جغرافية أكثر من المعتاد unusual health event أو unusual rate فهي يعتبر بصمو عنقود أو cluster من الحالات وهي بناء على شغلتين اللي هي أو ثلث شغلات اللي هي توافق الزمان والمكان والأشخاص فعندك صار عندك عنقود وبناء تحليل البيانات أنت حسن تكتشف تزايد بمعدل الحدوث أيضا ممكن يكون على البيرسون اللي ذكرنا لكم ممكن تكون على aid وال six سواء الفئة العمرية مثلا هاي الفئة العمرية يصير في عندها تزايد بالحدوث أو إذا كان فيه تزايد بالحدوث عند الذكور أكثر من الإناث وبعد ما حللت قريب من الاناليزز اللي هو أنك تبلش تفسر البيانات هي شغلة قريبة جدا من الاناليزز خطوة قريبة منها وبعدها تبلش أنت تعمل ال dissemination اللي هو أنك تشارك البيانات أنا ما هدفي بس أجمع البيانات مشان أخبيها عندي أساس نظام الترصد أنه يكون open source بالنسبة ل information فلازم يكون هو قادر على أنشاء أنماط متعددة من موضوع البيانات التقارير اللي هي ممكن تكون bulletins اللي هي نشرات متكررة في عندك ad hoc reports أحيانا فقط أنا بهال الحدث اللي صار لازم يكون في عندك أنت توجه للمجلات مشان توثق خلينا نقول تغير بشكل الفيروس وأيضا لازم يكون في عندك أنت للصحافة أو للسوشيال ميديا بحيط أنك تستهدفهم ضمن risk management اللي خاص فيك ومثل ما ذكرنا احنا من بلشنا مثل ما عم نشوف على الرأس العمود data collection آخر اشي في عندي اشي اسمه link to action فعند بلشنا أول كلمة أول كلمة عم نشوف هي هون اللي هي data وآخر وآخر كلمة هي action فهي data for action هاي أساس نظام الترصد فأنت بتجمع البيانات مو فقط بهدف للجمع البيانات ولا أنك تخبر بيها لأ مشان تحللها تفسرها تنشرها وآخر شي تم اتخاذ إجراء اللي ممكن يكون إذا شفت أنه في عباء على النظام الصحي يكون في action بزيادة العدد الأسرة شفت في عندك نمط جديد أو risk factors خاصة بالمرض الفلاني شفت في risk factors ناتج عن تلوث المية شفت في عندك خلينا نحكي vaccination coverage النازلة أو طبقت نظام اللقاحات يعني بدك شوف عاليته أو شفت أنت باثوجين معين تزايد ووفياته عالية فأنت ممكن تطبق للقاح مثلا حاليا اللي عم بصير حاليا عم ننشأ نظام ترصد خاص بالروتا روتا فيروس هي أحد أسباب الإسهال اللي عند الأطفال وبيعمل وفيات بنسبة عالية ومراضية بنسبة عالية فإله اللقاح أنا ما بحس أدخل اللقاح لهال population هاي بدون ما أعرف شو نسبة الإيجابية ونسبة الحدوث فتم إنشاء نظام الترصد أو إضافة التستنج خاصة بالروتا بحيث أشوف نسبة الإيجابيات ونسبة الحدوث لهالروتا وممكن لاحقا يتم دراسة إدخال الباكسين بالروتين خاص بالروتا فهاي شي اللي ملخص اللي ذكرنا آخر سلايد عرفنا شو نظام الترصد شو تعريفه شو أنواعه شو شلون بدك تقيم السمات العشر الخاصة بنظام الترصد وشو ممكن أنت البروستس شلون بدك تنشأ نظام الترصد شو البروستس اللي بتم فيها بدأ من الـ داتا كوليكشن انتهاء باتخاذ الليكشن فهي محضرتنا اليوم إذا في أي سؤال أنا جاهز